بسم الله الرحمن الرحيم أعضاء اللجنة المحترمين بالنيابة عن مؤسسة السلام ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومركز البحرين لحقوق الإنسان أود أن أرفع لأعضاء اللجنة المحترمين العديد من الانتهاكات التي تحدث بحق الأطفال في البحرين كالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب في السجون والمنع من مواصلة الدراسة واختلاط الأطفال الأحداث بكبار السن والمحكومين من الجنائيين هذا النجي هؤلاء من القتل خارج نطاق القانون وباستخدام القوة المفرطة فلقد شهيت البحرين ومنذ خمسة أعوام قتل ما يقارب ستين طفلا بطرق متعددة ومنها الاستخدام المفرط للغازات المسيلة للدموع والرصاص الانشطاري والقتل باستخدام عبوات مسيل الدموع من مسافة قريبة أو الدهس بالسيارات أعضاء اللجنة المحترمين لقد فقدت ابني البكر في العام 2013 في ذكرى ثورة 14 فبراير حيث تعرض للطلق الناري من مسافة قريبة عندما كان يتظاهر مع بقية أفراد الشعب وأدت إصابته في الجانب الأيمني من البطن إلى وفاته ونظرا لسيوك وزارة الداخلية في منع إصعاف المصابين وحصولهم على العلاج فقد تأخرت سيارة الإصعاف التي ما انتقلته من مكان الحادث حتى توفي قبل وصوله للمستشفى ولقد انتهت قضية ابني بحفظ القضية من قبل النيابة العامة وتهاوت آمالنا في معرفة المسؤول عن قتله ولا غرابة فلقد درجت حكومة البحرين على سياسة الإفلاث من العقاب ومحاسبة رجال الشرطة نود من هذا المكان أن نؤكد على ضرورة التزام حكومة البحرين بحماية الأطفال والالتزام بواجباتها الناشئة من المعاهدات والتي وافقتها